أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أن مؤيدي النظام الليبي السابق يمكنهم المشاركة في العملية السياسية معتبرا أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية يجب أن تكون مفتوحة للجميع وأضاف سلامة في مقابلة مع قناة فرانس فانتكات أريد أن لا يكون الاتفاق السياسي ملكا خاصا لهذا أو ذاك فهو يمكن أن يشمل سيف الإسلام نجل القذافي ويمكن أن يشمل مؤيدي النظام السابق وردا على سؤال حول مشاركة الإسلاميين قال سلامة أن هؤلاء يشكلون مجموعة كبيرة جدا وأوضح إذا كنتم تتحدثون عن جماعات عنيفة فهي لا تريد المشاركة باللعبة الديمقراطية وهي تستبعد نفسها وكان غسان سلامة طرح مبادرة تحت عنوان خطة العمل الجديدة من أجل ليبيا أمام الاجتماع الدولي رفيع المستوى الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك تتضمن خطوات عديدة قبل التوصل لانتخابات عامة مرتقبة خلال الصيف المقبل على حد قوله وتابع سلامة يجب أن نهيئ الظروف لهذه الانتخابات وأن نعرف كيف ننتخب رئيسا وأي سلطة سنمحه إياها وأوضح أن الخطوة الأولى هي أن يكون هناك قانون انتخابي وحذر المبعوذ الأممي من مبادرات لم يتم التشاور بها تقوم بها بلدان منخلطة بالملف الليبي وقال إن الخطوات يجب أن تتم تحت مظلة الأمم المتحدة ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011 شهدت ليبيا خلافات كبيرة بين مجموعات مسلحة وسلطات سياسية متنافسة